استهداف الثقافة الوطنية وغرس الطائفية سعي مستمر من ميليشيا الحوثي لتغيير كل ما له علاقة بالوطنية والهوية العامة بدءا بالمنهج الدراسية وانتهاءا بالمقررات الاكاديمية مصادر اكاديمية اكدت قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المقررات الدراسية في جامعة صنعاء حيث لم تكتفي الميليشيا باحتلال الجامعة والتضييق على الحريات فيها بل اتجهت لعادة الصياغة مواد قديمة وإضافة مواد جديدة ركزت الميليشيا على مادة الثقافة الإسلامية والتي وفق المصدر أولين تم إدخال إضافات جوهرية فيها مستمدة من ملازم حسين الحوثي حيث ورد اسم قرن الشيطان كإشارة للسعودية وتم إعادة تعريف الثقافة والمثقفة بناء على الثقافة الحوثية والتركيز على الولاية وغيرها من المفاهيم الطائفية عملت الميليشيا في تعديلاتها الجديدة للمناهج على تجريف الهوية الحضارية والقومية في محاولة لعادة تعريفها بناء على الثقافة الإيرانية وفرضت لذلك مادة جديدة اسمتها الصراع العربي الإسرائيلي وفق المصدر أولاين فإن هذه المادة ألفها محسوبون على الميليشيا منهم مشرف الدائرة الثقافية للحوثيين يحيى أبو عواضة الذي تبنى نشر الفكر الحوثي بتعز قبل سنوات جريمة تجريف الهوية الوطنية بدأت بالمناهج الدراسية للمدارس الأساسية والثانوية وتحويل النشاط الإذاعي للمدارس إلى هتاف للشعار الإيراني الشهير الموت لأمريكا وانتهت بالمقررات الدراسية الجامعية ويحذر أكاديميون من خطورة السمرار الصمت على جريمة الاعتداء على المناهج التعليمية والأكاديمية التي تنذر بخلق جيل يمني منفصل عن ثقافته الوطنية وهويته العربية